الموضوع بدأ إزاي هو بالنسبة للأفلام أو الأماكن أنا في العادي لما ممشي في مكان مثلا بالنسبة للمكان مفضل روز زمالك وبعايز أشوف الأماكن المختلفة اللي تصور فيها الأفلام دايماً أشوف المكان بتاع بوابة فيلم البلاي البواب دايماً بسأل الناس هناك فين المكان اللي تتصور فيه ودخلت المكان كتير بس بالصدفة كده قررت في مرة أن أنا أوصق ده أشارك ده مع الناس وبصراحة ما كنتش متخيل أن الناس هتبقى مهتمة أن هي تشوف ده وحسسني أنه طب ما فيه ناس كتير بتحب ده حب الموضوع فحسيت أنه طب أنا ليه ما بعملش كده يعني ليه ما بشاركش الأماكن اللي أنا بحبها دي ولما صدقت لقيتها مع الناس فلقيت الناس لأ بتبعاتي بتقولي لأ روح المكان الفلاني شوف المكان اللي تصور فيه الفيلم ده اتفرج على المكان الفلاني فحسيت أنه طب أوكي يلا جرب وده مش بعيد عن الحاجة الأساسية اللي بستمتع بيها هنا أنا أكتشف أماكن أو تجارب أكلات أو كده في الصفر فليلا يعني خلينا استكشف ده فموضوعه بصراحة كان محفز أوي يعني كلام الناس طب أنت روحت شارع بوستان المهميز اللي تصور فيه فيلم عسل اسود وكمان روحت المدرسة اللي تلعت في الفيلم أحكي لنا كده أنت وصلت له سدي مين اللي جاب لك الفكرة في دماغك أو أنت أي طاقت في دماغك كده مين اقترح عليك من الكومنز من الكومنز بتاعت الناس صحابي اللي بتشوف الفيديوز لا يلا لازم تروح أماكن مختلفة أكمل في اللي بتعمله ده أنا فترة ما حسيت أنه إذا أنا بعيدت شوية عن الاساسي اللي أنا بدي عشان الفيديوز اللي هو الصفر والثقافة المختلفة حسيت أنه بعيدت شوية في ناس أقلت لي لا أكمل وروح الأماكن بتاعت الأفلام زي عسل اسود ده من أكتر الأفلام المؤثرة فيه قوي المكان وصلت له زي هو أنا بعمل سيرش بكل الطرق بنزل أماكن بدور فيها بريسيرش أونلاين بشوف مين اللي عمل فيديوز بشوف مثلا الشارع ده شبه اللي أنا شفته في الفيلم بجد والله أنت ماشي كده أنا في العادي في العادي لما بسلا ما أكون في مكان جديد ممكن عادي جدا أن أنا أكون في شوارع أو في أماكن أنا معرفهاش وقتوه المجرد أن أنا أعرف في المكان ده فدخلني أن أنا ممكن بالصدفة أكون ماشي وحصل في كذا حاجة أكون ماشي يا ليه مكان ده مألوف بالنسبة لي إيه ده أنا حسنا شفته قبل كده فأريسيرش أونلاين ألاقي إذا ده المكان اللي في الفيلم الفلاني أو في المسلسل ده فأقول إيه ده طب يعني إيه اللي حصل فممكن دي ميسج كده أن أنا أعمل فيديو عن الموضوع ده فبالسلين المهميز كان بالنسبة لي أن أنا أريد أن أعرف هو ده مكان حقيقي ولا لا وفي الفيلم كان باين قوي أنه حقيقي ونسب التاريع عليه والموضوع يعني عمل معلقة قوي مع الناس فحسيت أن أنا طبعاً عايز أشوف المكان ده فين فلاقت أنه إليها بتاعت الفيلم أصلاً كلها قريبة من بعض يعني كلها في وسط البلد في مكان في رومسيس المدرسة نفسها موجودة قريبة أولا من سينة زينب ومدرسة دقينا رئيت أن أنا أظافها وشفتها كتير بس ما كنتش عرف أنها موجودة في الفيلم طبعاً وما كنتش عرف أنه الطلاب اللي في المدرسة هايشوفوا الفيديو يعني أقولوا لي� لإحنا موجودين في المدرسة دي إحنا موجودين في المدرسة دي دي مدرساتنا أنت وصلت له إزاي؟ أو وصلت المدرسة أو الشارع إزاي؟ المدرسة أنا عارف مكانها، كنتم بمشي من هناك كتير جداً بس ربطت مؤخراً إنه إيه ده؟ ده هي دي مدرسة اللي في الفيلم ده هي دي اللي تصورت أريدي فلاقيت إنه إيه ده طب حلو خلينا أعمل عنها خلينا أوثق ده الشارع بعات ريسيش أونلاين كده لقيت فيه شارع موجود على جوجل اسم بستاني المهميز حقيقي موجود يعني فعلت جوجلت كده هتلاقي بساني المهميز طب ماشي وحتى وصلت هناك الناس اللي حواليين الإيريا نفسها مش عارفين الاسم ده بس أنا فضلت بقى يعني كانت فترة كده وأنا بدور على المكان ده بالذات إنه أنا مش عارف وممكن يكون مش حقيقي أصلاً وفي حاجة كده جواهي بتحركني اللي هو لا أكمل جرب أنا دايماً عندي الحتة دي الحمد لله اللي هو الأغامر عادي جرب عادي طالما أنت بتعمل حاجة مستمتع بيها مش مهم يعني أدفانشورس قوي جداً تحب المغامرات مش عشان الكونتنت يعني أنا في العادي بتاعي كده يعني في حياتي طبيعية كده بس الكونتنت جيمه مكمل لده طب إحنا شايفين لك فيديوز معينا بتتعيرت دلوقتي على السكرين علق لنا عليه هقول لنا كده الفيديو ده كان فيه أشوف الفيديوز هنا أوكي ده آه دي عمارة زت عمارة مسلسل بنت اسمها زت آه المسلسل ده من الحاجات اللي أنا يعني وناس كتير أعتقد من جيلي والناس اللي هو التسعينات يعني كنت متصورج عليه كتير ومؤثر فيه قوي بس المكان يعني فيه حاجة حصلت حتى وانا بصور في المكان ده أنا فيه كذا حد بعات لي قال لي روح مكان زت كومنس كتير قوي كانت على الفيديو بتاع عسل اسود ان روح مكان اللي تصور فيه زت فعات كده أريسش واشوف فبسأل الناس وليدي فيه ناس بتبعات لي مسلسل بص أنا ساكن في المكان اللي تصور فيه كذا أو بيساعدوه تعال معي نصور تعال معي وديك المكان أنا مستعدة ساعدك فده طبعا بيبوش جامد الحمد لله من الناس فده ربنا بيديك مسجز كده منه لأ الناس دي هتساعدك فمعنا كانت مش في طريق صح بس انت وصلت لعمارة زت ازاي من وصف الناس ناس في مصر الجديدة وصفوا لك المكان احنا ساكنين في المكان الفلاني تعال شوفوا وصور وحتى في اليوم اللي أنا كنت رايح فيه عشان أصور لقيت حد هناك يعني عيلا ساكنة في العمارة فبعرفهم بي لقيت بالصدفة انه حد من أولادهم عارفني أصلا قالي انت بتاع بسان المهميس اه اتعالي نصور فهو ساعدني جدا وحتى طلعني مع العمارة يعني الأماكن وشرح لي كل حاجة فده بيخليك تحس انه لا يعني أنا مش لوحدي يعني فالناس عارفة الناس بتدليني يعني خلو شكرا